السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه? النهاردة عايز اعمل عشاء خفيف كده ويكون مختلف. كان عندي كم شريحة عيش توست وعندي حتة جبنة قريش. فقلت اعملها ايه بطريقة تكون مختلفة كده وتكون حلوة. جبت اه كان عندي خيار جبت خيار وفلفل رومي طماطم مع الجبنة القريش. وكان عندي معلقتين زبادي كده. خدتوهم وحطيت عليهم هريسة اللي هي بتتبع في البرتمانات الجهزة دي اللي هي اللي بيحب اللي سبايسي دي بقى. دي عشان نعدين بها العيش توست. وتعروا معنا شوفوا احنا ايه? هنعمل ايه? وما تنسوش العجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. هنبدأ ان نسمي الله وناخد عيش توست ده ونفرده كويس قوي بالمردانة. لحد ما نخلص الكمية اللي احنا عايزانا. على حسب عدد افراد بقى ايه? اسرتك. هنبدأ نعملهم واحدة واحدة كده لحد ما ندوس عليهم. وهنجيب المعلقتين الزبادي. هنحط عليهم معلقة الشطة الحرقة. اللي هي الهريسة. ومعلقتين زيت زيتون كبار. وهنقلبهم مع بعض. وهنبدأ ندهن العيش ده ويكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180. هنبدأ ان نقلب عشان الفرن يسخن. هنبدأ نجيب العيش وندهن بالفرشة كده طبقة آآ خفيفة حلوة. وعلى فكرة نقدر نستبدل الخلطة دي بزيت زيتون على زعتر آآ بزيت زيتون بس ممكن حتة زبدة. ساحة زبدة كده وتشربها للعيش بتبقى حلوة قوي برو. هنبدأ نقطع العيش. مسلسات زي ما انتم شايفين. وهنكون مجهزين عيدان خلة. هناخد عيدان الخلة دي. ونبدأ نلف المسلسات دي مسلس مسلس كده. ونوقفهم على صنية ويخشوا الفرن. هيتحمصوا على درجة حرارة 180. آآ هيقعدوا عشر دايق من عشر دايق لربع ساعة. وما تنسوش الاشتراك في القناة. وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طول ما انتم شغالين كده تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طول ما انتم بتتفرجوا على الفيديو. دلوقتي دخلتها الفرن. هسيبها من عشر دقايق لربع ساعة. هنبدأ بعد كده نعمل الخلطة اللي انا هعملها. هبدأ اجيب الفلفل آآ والخيار والطماطم. هبدأ اضطحهم مكعبات حتة مكعبات صغيرة. وهحط عليهم الجبنة القريش في بولة ونقلبهم على بعض. وعلى فكرة نقدر نستبدل الجبنة القريش دي. آآ ممكن بيف ممكن لانشون ممكن رومي مدخن. آآ ممكن لو عندك مسلا عاملة فرخة. وتبقى منك حتة من الوركة حتة من السدر. تقدر تقطعيها برضو مكعبات كده رفيعة. آآ تقدر تحطي خاص. تشوفي يعني اللي انت عايزة تعمليه وتحطي وتقدر يتحطي تونة. ويا ريت تكتبولي انت بتتبعوني من اي بلد. تشرفني معرفة آآ مطابعات كلية من اي بلد بتتبعوني. هنقطع الجبنة القريش. ونبدأ نحط كل ده في بولة. ونقلبهم على بعض. دلوقتي العيش الاتحمص وطلع من الفرن. هبدأ بعد كده هسمي الله. ونبدأ ندهن. آآ وهبدأ عبي العيش ده معلقة شاي كده صغيرة. ونبدأ نعبي العيش واحدة واحدة. لحد ما نخلص الكمية المطلوبة. وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنشيل عود الخلة كده بالراحة زي ما انتو شايفين. ونبدأ نحشي بقى واحدة واحدة لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. يا ريت نعمل اشتراك للقناة. ولايك للفيديو. وتكتبوه وتجربوا الوصفة دي وتكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. هنبدأ لحد ما نخلص الكمية. وهن نكونوا مجهزين صانية التقديم. هنبدأ نرسوم على صانية التقديم ونزينهم بعدان شبت او بقدونس على حسب ما بتحبوا. والفة هنوصحها على قلبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.